السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض موادية وجهاز هادم وكبد. أتشرف بوجود معكم. موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز والعدوى. بالنسبة لبعض الشباب يتعرض لي علاقات جنسية خارج إطار الزواج. إما عن طريق حفلة أو عن طريق أصحاب السوق أو عن طريق جلسة مسيش. وبالتالي هذا الفيديو على أساس أن نكون فاهمين ما هي العلاقات التي ممكن تنقل المرض وما هي الممارسات التي ممكن تنقل المرض. بالنسبة للعلاقة الجنسية المهبلية، طبعا هذه ممكن تنقل المرض. والعلاقة الجنسية الشراجية هذه خطورتها أكثر من 20 مرة من العلاقة الجنسية المهبلية. وبالنسبة للجنس الفموي، هذه العلاقة لا تنقل المرض. طبعا في بعض الحالات الندرة جدا جدا، التي يكون هناك قرح في الفم أو دم في الفم. طبعا هذه حالات نظرية فقط أو ندرة جدا جدا. وبالتالي نقول بواجه عام الجنس الفموي أو القبلة الفرنسية أو حتى القبلة العميقة لا تنقل الإيدس. بالنسبة للمساج، المساج سواء كان بملابس أو غير ملابس، لأن في بعض العلاقات أثناء المساج، ممكن أن المدلكة تدلك الجسم كله، بما في ذلك حوالين فتحة الشراج أو أيضا حوالين الأعضاء الجنسية. هذا لا ينقل المرض، وأيضا ممكن يحدث خدش من ضوافرها مثلا، وممكن يحدث دم. أيضا هذا لا ينقل المرض، مهم جدا أن نحن نبقى عارفين أن احتمالات العدوى في العلاقات الجنسية، مهم أننا نبقى عارفين منها، كما قلت لكم، أخطر حاجة هي الجنس الشركي. بالنسبة للارتداء الواقع الزكري، هذا يحميك بالنسبة كبيرة، ولكن ليس 100%. بالنسبة لو شريك متعدد العلاقات الجنسية، أصبح الموضوع خطورة عالية، وأيضا لو هناك أمراض أخرى جنسية مثل الكالاميديا، السيلان، وزهري، هذا يزود من الخطورة احتمالات عدوى الإيدز، لأن الجلد يكون مهري، وقرح، وإفرازات، وبالتالي احتمالات الإصابة بالإيدز تكون عالية، لكن ليس معنى أن لو شخص عنده السيلان، أو الكالاميديا، أو الزهري، أنه يجب أن يأتي له إيدز، لا، نقول أن هذا يجعل احتمال عدوى الإيدز أعلى من الشخص العادي، لأن الشريك لا يوجد أي أمراض أو لا يوجد أي أمراض أخرى، هذا يجعل الاحتمالية أقل لو لا يوجد أمراض جنسية أخرى، لكن لو هناك أمراض جنسية سواء عند الشريك أو عندك، هذا يعلي من احتمالية إصابتك بالإيدز. بالنسبة للملامسة الإفرازات الجنسية الأنسوية بالأصابع، هذه العلاقة لا تنقل الإيدز. مهم جدا أن نكون فاهمين أن السيدات التي نسميها فتيات الليل، أو العلاقات العشوائية التي هي بالفلوس في منتهى الخطورة، وطبعا هؤلاء السيدات يكون لهم علاقات متعددة، وبالتالي هنا هنا خطر، احتمالية العدوى بالإيدز عالية. بالنسبة للعلاقات العادية والممارسات العادية، مثل القبولات الاجتماعية، أو الأحضان، أو السلام، كل هذه العلاقات أو الممارسات لا تنقل الإيدز. حتى لو هذا الشخص لديه إيدز، لن ينقل الإيدز. لو أكلت وشربت مع مريض إيدز، أو لو كحف وشك، أو طلعت منه إفرازات تنفسية، هل هذه عطسة أو قحة؟ هل هذه ممكن تهديك؟ لا، هذه الممارسات غير معدية. أثناء الدراسة أو أثناء العمل أو في النوادي، يعني بتمارس رياضة مثلا مع مريض إيدز، مثلا، هل هذا ممكن يهديك؟ لا، لا سيهديك. الحمامات العامة، هل لو فيه مثلا مريض إيدز دخل حمام عام، وأنا جيت بعديه ولمست الأقرة أو لمست الحنفية، هل هذا ممكن يهديني؟ لا، هذه الممارسة. لا، غير معدية، اتطمن. طيب، بالنسبة للأكل والشرب مع مريض الإيدز أيضا غير معدية، لأن أساسا اللعاب كمية الفيروس الموجودة فيه غير قادرة على إحداث عدوى. كذلك العرق، كمية الفيروس الموجودة فيه غير قادرة على إحداث عدوى. يعني لو لمست شخص عنده إيدز أو مثلا كان فيه أي حاجة مسكها وأنت مسكتها بعد ذلك، لا يوجد أي مشكلة، هذه الممارسة غير معدية. طيب، بالنسبة للحشرات، افرد مثلا نموسة، جاءت أراستك وفيه عندك في نفس الغرفة في مريض إيدز، ممكن تكون أراسته، هل هذا ممكن يهديك؟ لا، هذه الممارسة غير معدية. طيب، أيضا الكلاب والقطط، هل هذه الحيوانات معدية بالنسبة للإيدز؟ لا، هذه الحيوانات غير معدية بالنسبة للإيدز. طيب، ما هي الطرق العدوى؟ طرق العدوى إما علاقات جنسية عن طريق الشرج أو المهبل، أو عن طريق تبادل الحؤن ما بين المدمنين، تكون غير معقمة وتكون مستعملة، ويبقى فيها بقايا دم، وأيضا من الأم للجنين، إما أثناء الحمل أو أثناء الوضع أو حتى بعد الوضع أثناء الرضاعة الطبيعية، هذه الطرق هي التي يمكن أن تنقل الإيدز. مهم جدا أننا لو حسنا أننا ممكن أن نصبنا بأي مرض جنسي أو اشتباه إيدز، يجب أن نتوجه للطبيب مباشرة، ويتم الفحص عن طريق طبيب متخصص، ونعمل التحاليل ونتطمن على نفسنا. أنا حسيب رقم الواتس بتاعي لأي استفسارات طبية أو إرسال تقارير طبية، 02-010-27-28-4778. أشكركم جزيلا الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر